على طريق الشمس والقمر مضوا إلى أنحدهم المتوسط والمحيط رحلة تلو أخرى ورحلات كلها انطلقت تروي من غيظها رمال الصحاري وتراب السهول والويديان انطلقت من نقاط الألم والمعامل هنا على شروفات طنجة يستجمعون منذ أن وصلوا ومع كل يوم جديد كل ما عايشوه يتأملون الأفق يدققون في التفاصيل فإذا هي إضافات تجسد الرفضة لأشياء كثيرة تدور حولهم يرونها يعيشونها هنا على تل من تلال الأمل يتطلعون إلى غد أفضل وفي وهلة يخلخل فيها هدير البحر سكون الأفكار تهتز المشاعر بين الضفتين بين التفاوت والتباين والتناقض هؤلاء هم شباب إفريقيا المهوس بالهجرة كحلم يولد وينمو ويكبر معه ربما قد يختطفهم مصير آخر غير الحلم لأنهم يدركون الآن والآن فقط أن أوروبا تغلق أبوابها في وجوههم الباحثة عن المستقبل والأمل إنه يجبب أن تتزمع إلى الزفتين عالم العالم يوجد مغرير وفوضان ينزل من المغرب عندما يكون عاما أو عاما عندما يكون في حال مستقبل وعاما، بين أسعانا ودخل عاما هذا يجب أن يحتاج إلى المغرب على المغرب العالم وعلى المغرب يمكن ان يكون في الجميع المغرب وخرافة فقالية منذ القدم وعلى مدى الزمن نفس الحكاية يرددها صدى المكان من إفريقيا من هباة هذا المجال الجغرافي من المكان والزاوية الأعلى والأقرب إلى أوروبا شجرة وارفة الظلال عنوان للحياة ومصدر للخير لأمة تبرز عظمتها في تاريخها المجيد وحضاراتها العريقة وأسسها الثابتة ولمان المغرب من موقع جغرافي استراتيجي هام بين القارتين الأوروبية والإفريقية وبما أن هويته عريقة راسخة تتميز بتنوع مكوناتها الممتدة من أوروبا إلى أماق إفريقيا بقي المغرب يلعب دوره المتميز كمعبر قارد وكهمزة وصل فاعلة هكذا كانت على الدوام أرض المغرب أرض لتفاعل الثقافات وحوار الأديان والأفكار جسر بين الشمال والجنوب وهمزة وصل بين الشرق والغرب منها انطلقت القوافل التجارية نحو دول جنوب الصحراء وحملت معها الإرث الثقافي والدين والعلم والمعرفي بقيام ومفاهيم الإسلام الوسطي الداعي إلى الاعتدال وثقافة السلام بكل ما فيها من ثراء وإثراء للروح في السمرة نشر التعالم الإسلامية بالقارة الإفريقية وذلك انطلاقا من جنوب المغرب عن طريق القوافل التجارية وكذلك عن طريق الدعوات الجماعية السلمية العلمية والروحية التي كان يقودها الدعاة والفقهاء لنشر العقيدة الأشعارية والمذهب المالكي السني وقراءة القرآن برواية ورش عن نافع إشارات تحمل روحاً حقيقية للتضامن والتعاون بين المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء وإذا كانت هوية المغرب الإفريقية حاضرة بقوة في دستور المملكة فقد جعل جلالة الملك إفريقيا باعتبارها بعداً حيوياً وستراتيجياً من أولويات الدبلوماسيا الخارجية للمغرب هذه العلاقة الإفريقية من جنوب الصحراء مع بلدنا المغرب هي علاقة لها جذورها التاريخية فنعرف كثيراً من العلماء أنهم هاجروا من البلدان جنوب الصحراء إلى بلادنا فنسيبوا إلى المغرب مع أن أصلهم ليس من المغرب كما أن هناك علماء مغاربة هاجروا إلى البلدان الفريقية وعلموا هناك علوماً فنسيبوا إلى تلك البلدان مع أن أصولهم مغربية في السنة الأولى وجدوا صعوبات بعض الصعوبات لكن الحمد لله استطاعوا الرغبة لديهم رغبة استطاعوا أن يتجاوزوا هذه الصعوبات اندمجوا في الواقع المغربي اندمجوا مع النظام التعليمي المغربي ظهرت عليهم بوادر الاندماج لما جئت إلى هذا البلد وجدت الإخواننا جميع المغاربة وغيرهم يشاعدوننا في جميع الأمور المختلفة وحتى في الدراسة إنما بدأنا الدراسة كان الأمر شعب شوية لأننا لم نكن يعني نعرف أشياء ولكن عندما بدأنا تجربة وتعاملنا معهم يعني وجدنا سهولة في الدراسة وفي المعاملة في خارج الدراسة أيضاً يعني الحمد لله معيدنا أي مشكلة في هذا البلد فاندماجهم في المجتمع المغربي تعلمان وتعليمان وتثقيفان وثقافة وسلوكاً كل هذا ليس بغريب عن هذا البلد الحديث لما كنا عارف شيء عن لغة العربية ولا عن حفظ القرآن الكريم وبمرور عربة سنوات من جدي والاجتهاد صرت بعون الله أحسن لغة العربية قراءة والكتابة وختمت حفظ القرآن الكريم والحمد لله غير معنيين بالهجرة أو حتى التفكير في الهجرة اندمجوا المقتنعين بهذا التعليم وبعفقه المتمائيزة المترجم للأمم خلال الهجرة changement fondamental effectivement qui est intervenu disons depuis les années 1990 c'est qu'auparavant le Maroc était essentiellement un pays d'émigration d' apostrophe émigration c'est-à-dire de départ et depuis les années 90 avec ce que j'appelle تتفاوت أحلامهم بين مخاطرين رقوب البحر طمعاً بجنة الفردوس وآخرون جعلوا من التحصيل والدراسة قنطرة للعبور لتحقيق مشاريعهم في الحياة طلبة المجموعين هنا اليوم هما صفراء دينا في البلدان الإفريقية يعني التقافات دينا غدي يوصلوها لعندهم ويتكلموا علينا وعلى التعليم اللي غادي ديو وغادي ووليو أفكد ديبلو حدو كلهم أطور وتبارك الله عليهم كي احتووا النمودج ديال الناجاح ثم نوزا من ديبوتي أمينا دكتورة إن شاء الله التكلم هي العربية مزيان من خافشنا نترجم لها ميديسة إن شاء الله إن شاء الله ويلا شوزي لمروك لأمينا؟ 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 لأمينا موسيقى مع موسيقى وشاء الله وشاء الله وشاء الله وشاء الله واشتراح قام بغرب ماذا فرمضت مجددا في المعركزين كما تعلمونها مع مجدداً ومعاولة التجارية بين وعلاً مجدداً الكثير من المنطقة لجميع المنطقة ويجد أن طلبت هذه المعركزين كما تحدثت عن المعركزين وقد ألمتها وقد أعرفتها وانت تجاريزني وقد تجد هذه المعركزة أنا أقل في مجدداً لعنى الآن مجدداً معاً الدكتور أوثمان ما شاء الله عليه اللي تخرج في مدينة ويستخصص في فلاشي ويرجي أخطب بيدي مرحباً السلام عليكم السلام عليكم مرحباً الحمدو الله مرحباً هل أنت مرحباً؟ مرحباً مرحباً هل ترتي راديو؟ هل ترتي راديو؟ راديو واه راديو ديال الباسم درتي نرى راديو لكن مزيان داباً الحمدو الله مكاش لحرك لولو مكالحرك لولو بنظر رحمة يا ربي كان مزيانة مكالحرك لولو حسن غير ما ناكل سينكالو موين بيبو تموريتي بلوين ويالا موكبور دافتي قوليه نن مريدولا دالس لن بيه قرى الإفريقية قرى شابة شابة بسكانها شابة بإمكانياتها شابة بحضورها الدولي أن ربعة على خمسة من المهاجرات والمهاجرين كيبقوا في القرى الإفريقية الهجرة كنتم في الجنوب ونسبة لي آلية جداً ولو أن الصقور والنوارس لازلت تحوم في الفضاء تبحث عن مكان آمن تأوي إليه فالعصف أقوى لعابر النهار نحو المدينة وجنة الحلم وعطرها أتوا من كل الأماكن سفر في الظلام وموعد مع الموت في إحدى منعطفات المستقبل هكدهم أثر في عرض البحار إلى العدم أقرب للوجود ركبوا هذا الرهان لطالما ارتعشت كبرياؤهم الجريحة في رحم مفارقات القدر ليسوهم من اختاروا هذا الطريق من ذلك الهنات سبقت خطاهم مآسيهم ليروي رداذ البحر قصصاً مروعة استوت عصفة رمزاً هنا يتنكر الإنسان لأرواع وأشرف القيم وينحني زحفاً في وحل الغرائز العنصرية والمادية تضيع الأحلام ويضيع الأمل ويغيب الماضي في النيسيا وعلى النجين من هول المغامرة أن يتذكروا غدهم في حكايات وحكاية رمزاً للعالم في البحر الأسعاريين ويوجد التغيير الماضي في النيسيا ومحظانهم حضر باك ومتحانهم زبون خطا pumن دونه وهم يتذكروا في الناس وهم يتذكروا في الناس رمزاً وفاهية الفاتية وليس oùحاب الأنسان ومن خلال مجموعة من العاملين معنا في الميدان نستقبل يوميا العشرات من المهاجرين لللكي يجو لهاد المركز طبعا من أجل طالب الوشو مو جور مو جور مو جور ممتنة في جنة المنطقة في هذا المنطقة بالمعامل في جنة المنطقة كيف تتحدث؟ مبو 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 أعلم أنه لماذاكم ستك؟ نعم لأشجارة مخطوة أحدهم أردت إلى الهدفة كما نحن تعلمون أعطاء أعطاء من أعضاء المشاكل من أعضاء القائمة الذين يعملون على التعارب نعم كما نعم جديد لغدين يتسجمع الأزليين وكما نعملون أعطاء ما هي سنة مؤسسة سنة نحن الأشخاص يجب علينا أن تتقليد السيارات التي تفعلها في المساطف للمنصر والمشارعية فقدم تفعل ذلك ، وضع الديو للجهور لتنسيق على السرع لديك اوهور لتفعل الاسرع ، فهو يساعد من سيئة لأنه يكون خلال معه ويساعدنا 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 كنت أعود بنا ، سبقًا ، لنا كل ذلك ، أن أشعر بالددي ، تبعنا بحقور ، ما حدث؟ كيف تحرق بمعارك؟ كيف تحرق بمعارك؟ أريد أن ترك بجانبارك؟ أحسن على السيدة من القرآن. فأنت قمت بشكل شيء فيها. كما كانت ترسل في أدرس تجري في المنزل إلى المنزل في المنزل و تجريمهم أشعر في أدرس تجري. كما كانت تجريد في الأدرس. أنا حدثت على صحيح كثيراً جوماً. موسيقى صديقه إذن هذه الحكايات تتقاطع وتتشاب أول في المعاناة اليومية في الطريق قبل أن يوصلوا هنا لمغرب يكونوا في العادة ضحية للتجار في البشر ضحية للعنف، ضحية للاغتصاب خاصة بالنسبة للقصة، بالنسبة للنساء إذن المعاناة كثيرة التي تطلب مننا التدخل في هذا المجال من أجل حماية هذه الناس وتوجيههم وإرشادهم وعلى الحدود شرقاً شمالاً وجنوباً وجد المغرب نفسه أمام الإعطاء في وجه التيار أفواج وأفواج من الفارين من ويلات المجاعة والفقر والحروب يواجهون الفشل أو الموت فيصبحون لم تداد لهم إلا في المكان الذي يستردون فيه أنفاسهم فيتوقفون ليسترجعوا دفء الفصول وحنان النشيد وألحان الرقص الإفريقي الجميل أغلبية الناس اللي سجلوا بقين هنا في المغرب بصحيح ما بقيش مدينة وجدة ولكن كيتنقلوا في ربوع ديال الملاكة سواء في الشماء سواء في الجنوب إلى آخر خاصة حالياً مع الحصار اللي أبغين نسميه والعسكرة ديال الحدود من طرف أوروبا إلى آخر من دخول مهاجرين إلى آخر في السياسة اللي كان حالياً في أوروبا هذه الناس مضطرين أنهم يبقوا هنا دروبهم عديدة انكشف لهم طريق آخر في عمق ذاكرة المغرب الثقافية والروحية فاس بها وجدوا موطئ قدم لهم أحسوا باليد تمتد إليهم لتنتشلهم من وهدة الظلم والاستغلال صورة فريدة للتضامن الإنساني رسمت وشماً جديداً وجميلاً فوق أجساد حمل الكثير منها كدمات وجروح لم تندم البعض كما اتمنى كما؟ اشتركوا في القناة يمكنك أن يقوم بخير بيعونه من قائل معرفة جدود وأيضاً ولكننا جيدنا فقط كيف أشرت كبير؟ في مارك في كل مهارة فقط فيها فقط هناك جميلة جميلة كيف انتبهت في مغرب؟ انتبهت؟ سوف نقول أننا لدينا الكثير من المترجمين ولكن هناك في المرقبات، نحن نقود ونحن نحن نشعر هذا الذي أريد أنت من المترجم الآن لن يترجم كذلك إذا شخص يترجم من المنزل إذا شخص يترجم من المنزل، من المفترض، نحن لن يترجم ويجب أن يكون محطة للعبور في الأول يأتي الفاس على أساس أنهم يرتاحون العناء للصفار والمشيالج لهم يعني أنهم يتعدبون في الطريق أول شيء هو الإسعاف الأولي يعني الإسعافات الأولية التي تقدمهم لأنهم يأتي ورجلهم كلهم يسلوا بالتمايز يأتيوا بالجوع بالعطش يعني بالبرد يعني يكونوا يعنيوا في الطريق نشتغل على كل ما هو إنساني حقوقي في العمل دينام لا نرى اللون لا نرى الجنس نرى غير الإنسان محمد يك محمد كامرا محمد كامرا يكتبون بزاف يقولوا وقرأوا نحن نحن نعبه واحد دور ما هو دور دينام؟ لأننا نحن نديروله من استباع الدعم النفسي توجيه كذلك ولموساعد الإنسانيين Zحن نحن 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 بقاجة وهي المهاجرين بالنسبة للمجموع الموضوع في المغرب وهي تراوح دائماً ما بين 1400 و 1800 مهاجرين لا تدوي على المهاجرين الذين هم مفوضعين غير قانونيين مرحباً؟ مرحباً، مرحباً؟ مرحباً، كيف حالك؟ يقول لكي أحياناً، كيف حالك؟ وإن كانت حالتهم الوجدانية تتأرجح ما بين مد وجزر ماذا لو أوقد كل واحد منهما أفاء الله عليه من نور وسار بين الناس في الأسواق يتصدى لظلام اليأس الزحف على الأرض هنا، على مقربة من أسوار الرباط القديم مكان تجمعوا فيه يقتسمون مع المغاربة كل شيء الهواء والفضاء والرسل إنسانية أنصتت لكل صرخاتهم التي صعدت مع الريح حبلة بنبارات تحمل أهلاف السنين موسيقى 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 أنا اسميتي محمد أنا اسميتي علي ماذا تشعر في عمرك؟ أنا في عمرك 47 أين كنت تسكن؟ أنا كنت تسكن في هذه المعجلة لكم تحصل للمغرب كيف تحصل للمغرب؟ عنا شخص للمغرب كيف تحصل للمغرب؟ هيا أنا احصل للمغرب ويكون جيدة أتواء كيف تحصل للمغرب؟ أنا جيبتي مغرب أمشي إيغوبار إسبانيا أول حاجة نتقبلوهم ويتقبلونا باش غادي نتقبلوهم يعني باللغة ديالنا ديال الدارجة لأنك لقوهما صعوبات إما الفرنسية والإنجليزية هذا هو العقبل اللي عندهم هندها في مدينة فاس ارتاءت الجمعية أن باش يتواصلوا معانا مئة في المئة غادي نمشي اللغة الموحدة ديالنا في المغرب هي الدارجة لقنا هالتعليم ديال هالدارجة يلي كتفزح لهم الآفاق واش نزوش؟ يفو دو تان دا دابتاشيو اتتاكسيبتي كيسي برسون سن نوفل ما بنيشينو دابور للي ببب الموروكي سي ببب الأكيان أنغام تتكلم عن الجراح ومآسي الحياة عن الحروب عن الإنسان عن النبل والسخاء ترافقهم عبر الأثير أينما حلوا يعزفون من خلالها مقطوعة رهيفة الحس كأنها تطفو بهم بين السحب لتتجلى نظرات المشعة شفافة هكذا أمسوا في طريقهم إلى إحدى مقافي وجده شاهدين في ذلك اليوم إشعاعات من أمل قادم يأثر الضل لا زالت الحياة تنظر كنا نعتمدوا في العمل دينا في سياسة القرب حسناً حسناً كنا نعتمدوا في مقافي كدرس نموذجي وكتشوفوا التهيئ اللي هي قوات الصباح هذا إن شاء الله ورهموا ناشطين معانو فرحانين بالنسبة لهذا الدرس هذا لأنه هو أول درس اللي إخدنا معاو في الدروس تطبيقياً المواجرين هذو اللي اختاروا أنهم ما يستقروا في المغرب هذي يعيشوا في فصل المجتمع ولادهم ما يكبروه نايا إذن لما كانش الإدماج لا من ناحية الصحية ولا من ناحية التعليمية ولا من ناحية الاجتماعية ولا تكوين المهانية ولا إيجاد فرص العمل فهذ المهاجرين هذي خلقوا فيما بعد واحد المشكلة كبيرة في المجتمع لأنهم ما غادش يحسب الانتماء ديرهم للمجتمع المغربي تنشتغل معهم على الأنشيطة المديرة للدخل هو عدنا تجربة محتشمة في هذا المجال ولكن أعطيت نتائج وكننا نفكروا أننا من الممكن أن ننطوروا الاشتغال لنا في هذا المجال مستفيدين لذلك يستفدوا من دروس تقوية في الاقتصاد الاجتماعي موسيقى 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 outsظاه موسيقى أه ولكن عيص صغار باش يجينا قد الافون ديال الورطة هذا سليمان تشغلان يكيفاش ندير هاد شئ بالنوع كل شي يمزيح ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ يا سين بخير ربس عليك أشكوا باركم ديوا تعلمتوا شي حاجة جيدية ولا والو ؟ ده مكتبراكوا اليك المكتبراكوا كنا صوبنا الديزاين دمان نواجد لنكون شي وجد هذي جديد اللي غاي تصوه ديغا ميزيان ميزيان ولكني شبون غاي يصوه أنا بويتنار امتا وهوما لا مشي انا هوما صارحة رابع عليك تعالمتو اما اندرا تعالمتو شي حاجة ديديدة ولا والو تعالم 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 شوية بشوية شوف أنا الفكرة اللي كاينة تكلمنا حد موضوع من قبل مشد موضوع جديد هذه بلاسة ديالكم شكرا شكرا مشي بلاسة لينا شكرا حسن جديد اللي لكم يعني اللي ساعدنا حدشا باش انتم هت تاخد هات الخدمة وباش نبعو الحواش هوي شوكرا شكرا شكرا المهمة اللي انديماش في المغرب هيدا بلادنا والانديماش في المغرب على طريق لغة والخدمة باش يكون عنكو شوية دي المصارف باش تخلسون الكرا بيش تاخوذ شي مارا زوينة إن شاء الله إن شاء الله وطيبت مدريني وضربة يلا صاف إن شاء الله آه واخد صعي بيش مفسر القيصة دي كل واحد كيف تكلمت من قبل إن كين واحد عمل وواحد قوة في ضعف وما كل واحد عنده قيصة صعيبة وكل واحد جاء المغرب بيش يبدأ حياة جديدة وبالنسبة لنا اللي كنديرو ليحو مش خاش بساتة ولكن بساتة ولكن خاش لي فيها وواحد معناه واحد قيمة كبيرة وحمد الله كاي مستقبل ليحو اللي قاش المغرب قي قابل عليحو وخاش اللي كنديرو كنتمناه وما ديجا تعلمو هيك تعلمو الخدمة دي السيريغرافي ديبا في حت مارحالة تانية خيسنا لكليوت خيسنا نبيعو حيواج لهم كي يصوبوا باش هم يحسنوا الحياة ديالهم بصح كان جريبة زوينة بزاف صراحة كان نبلو لكنا حمالين بعضياتنا فاش أول مرة يجيبوا لهنا ولكن من بعد دينا كان نبنيو علاقات مع بعضياتنا كان تعرفوا كتار كان يعودون على القيصص نتاعوك فاش أصلا نصلوا لهنا و كان جريبة ديالهم صعيبة صعيبة بزاف وبانتظروا ديزاينتنا جديد وحرام دوزة لماسينتنا بتخدمو إن شاء الله هذا؟ مرابو واجد كي واجد شو لقد تديرو في التابليات فيم تنفكره غادين ديرو شوية في التابليات وغادين صعبوا لي تي شورت لنا . شكراً لك ويقول لك الآن أرابي إجيب لنا لكليون شكرا لك شكرا لك شكرا لك ناroyد السببات، نعمل من جمع لعبارك ، نحن لا نريد أنه محاولة للإحاعات لعباركي. نحن لا نريد أن نحن نطقاء للعباركي. لكن لزيطة من الله و المصدرين الناس، نحن نتقدر إلى رباك ، دعاك ، نمنح نعمل من العبار في عبارك. إذا تحتاج إلى حديثنا أن طبعاً لن تجأتناد لجمعنا أصفحاب محالاً جيداً لن تريد كتابي فهنا تحتاج إلى هناك مرحباً ما نريد إنها ناسية هل تنسل على التساقبات لنا لا يتخلصنا لن نتخلصنا لا نتخلصنا كلنا لن نتخلصنا كلنا وليس لن نتخلصنا لن نتخلصنا نحن لا تخلصنا لن نتخلصنا أنا أعرف أنا أعرف أن هناك لننا هناك لنشاء في مارك ابتち أنت الاستمرار لكي ще بسم النبضى وعلينا و Plما نفهم موسيقى ترجمة نانسي قنقر يقدم المغاربة اليوم نموذجاً حياً في رسالة مضمونها بدأ منذ البدء حين كانت أرض الله واسعة تحتضن الجميع من عمق المعاناة والتأمل والرفض والصبر والظلم والاستعباد تبدو في الأفق نقطة ضوء مشرقة كانت الصفعات التي تلقاها استفان أكبر من أن تطاق كانت فاطمة تشعر أن الموت فعلاً بدأ يغذو روحها كان ذلك حقاً لا وهماً ولا خيالاً هي في هذا المساء الجميل أجمل ماذا تبقى من صراب الحلم؟ نسيان ضروري منسجمان في النسيان الحب أمسى عرساً يولد كائناً حياً عجباً يتساءل ما هذا الذي أشاهد؟ إنه سعيد فعلاً تفيد من ملامح وجهه علامات وفرح وقالت هي هل تراني بين الأغاني؟ إمرأة تزف إلى حبيبها موسيقى 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 اي واحد في الدوشي مساعدة يقدمها لهذه الناس انا مساعدتي جدا بسيطة لانه انا في المجال ديال زين العرائس قدمت هذه المساعدة لهذه الناس ما هي مجدت واختارت انا دير عروس مغربي الا وقت هاد الوطن ام اما ولفناهم لانهم تباق الله ما شاء الله راهم كاينين واحد العدد كبير ما شيني سباة صغيرة فى المغرب راهم عدد كبير كيتواجد فى المغرب وخصوهم يدى المساعدة موسيقى حكايتان طويلتان من العذاب لامرأة ورجل سيرتبان احلامهما هنا على هاته الارض الطيب موسيقى